دايماً فيديوهاتك بتدعم البنات والستات يعني دايماً من أكتر الناس اللي حاسس بمشاعر الست ومقدر مشاعر الست ودايماً بشوفك بتدلع زوجتك الجميلة وولادك وربنا يحميهم لك يا رب يعني متابعة كل السوشيال ميديا بتاعتك فعشان كده أنا دايما بتكلم على مشاعر الست معيح يا فؤاد وأنا مرتاح الست بقى ممكن تكون خارجة من بيت عشان كده يعني أنا هكسر حتة معلش التربية وقل لي أنت معي ولا مش معي ركز لها يعني أنا ممكن أكون خارجة من بيت حنين طيب في مشاعر وفي حب بيرفرف في البيت 24 ساعة وبعد كده اتجوزت جوزي مش بالحنية اللي أهلي ربوني عليها خلاص فأنا ابتديت أنزل للشغل ابتديت أشتغل أنزل للحالة عملية فابتديت أتخبط يمين وتخبط شمال وقع وقمت هنا أقف على رجلي وهجيب فلوس هنا وساعد جوزي وبتاع فابتدي شوية ها هرموني الإنوسة يتأثر لأن أنا جوزي محتاجني محتاج أشتغل وساعده في البيت فابتدي تصرف معاه على البيت ابتدي أنت برضو إيه العادي ما هو ده عادي ما أولادك محتاجين وكذا فابتديت أدوس بنزين أكتر المطور يشتغل فوق طقته عشان أقضي البيت وولادي وأن أنا ست برضو لازم أبقى أنا أكحف شغلي خلي بالك الست بتعمل دبل إفرد أن أنا لازم أبقى أنا أكحف شغلي جدا ولازم أبقى أنا أكحف بيتي جدا صح بعد شوية يعني أنا اتشفت أن أنا ستة عملية قوي وأن أنا ماليش في المشاعر لأن أنت أنت كزوج كراجل رميت علي معظم مسؤولياتك أنت لمفوضة عمالها صح وييجي بعد كده ممكن أتلام كست هو إيه المشكلة ما أنت اللي بتعملت ده طبيعي ممكن أبقى طول النهار بشتغل وبرجع تعبانة هو أنا أمي كان بتحضر لي الغداء وكان بتوع تستنيني أنت لقى ليه طب أنت مش شايف أن أنا بشتغل وأن أنا بجيب فلوس وأن أنا ستة عملية جدا وأن أنا بربي الأولاد فليه دايماً الستة العملية اللي نكحة في شغلها ونكحة في بيتها جزها طول الوقت يكسر مأدفها واللي حواليها طب ما أنا شايف أنه هو ما يحتاجني إن أنا أشتغل هل دي جدعانة ولا طيبة بتتقلب بسزاجة ولا التركيبة دي ليه بتتحول إن أنا دايماً بتلام طب أول حاجة خلينا نقول أن الستة اللي أنت تكلمتي عليها دي بتبقى عايزة تثبت نفسها بأي طريقة لأن ما معهاش الشخص المناسب اللي حسسها بكيانها من غير شغل فبتدت أنا بسكت يعني بسكت فبتدت تدور على حاجة تحسسها بكيانها واحد اتنين ابتدت تحل الخلل اللي الراجل اللي معاها أين بي يعني هي عايزة تعيش في مستوى كويس جداً وهو مش مديها المساحة دي هو بيشتغل على الأد أو هو بيعمل على الأد ما عندوش طموح ممكن تكون فرق طموح هي عندها طموح جامد جداً وعايزة تكون حاجة وهو ما عندوش ده فتعمل إيه؟ تعمل الأوفرد ده وتعلي جامد جداً 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 عشان توصل للحتة اللي نفسها فيها وأحلامها فيها تعمل تمام فبقى فيه فرق سرعات بقى فيه راجل عنده اعتمادية على الست لأن هي مش مفرقة وهي شايفة أن ده جوزي فعادي فتمام تمام فالمصيبة اللي بتوصل إيه؟ إن الست دي هرمون الزكورة عندها بيعلى قوي دي حقيقة فبتبقى الست ممميت راجل أيوة فالست ممميت راجل أوتوماتيك اللي بيعيش معاها راجل للأسف اعتمادي وابتدت الزكورة تقلة عنده والأنوسة تعلى بمعنى إيه؟ ابتدى يريح وابتدى يعتمد عليها وابتدى أن هي خلاص انبسط وهي ابتدت كل ما بتدي أكتر كل ما بتحس بكيانها لأن الست عايزة تحس بالكيان فبتاخده من إيه؟ مش واخدها من الراجل من شغلها أيوة من صرفها فبتدي جامد بتدي جامد لحد ما بتوصل لخلل كبير جدا ليه؟ يا إيمان لما بنبعد عن الديفولت اللي ربنا خلقك عليه بيحصل خلل في حياتنا كلها ليه سوابة الحياة؟ الديفولت بتاعي من الراجل الراجل والست لو مرجعتيش لأنوستك جسمك هيطردك بأمراض وبتعب وبإرهاق وبأمراض بجد ليه؟ بيقولك فوقي أنت أنسة أنت أنسة هيفضل يحصل كده لأن هيحصل إيه؟ في الآخر أنت ممكن ما تتشكريش وفي الآخر هيتشاور عليكي وفي الآخر للأسف 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 هيحصل مواقف ممكن تبقى بسيطة بس للأسف هتوجعك يعني إيه؟ يعني أنت ممكن تتعبي وتلاقي الراجل اللي معاكي من السنة فهتوجعك بتوجع لما الراجل فعلا تحس الست إنه هم السنة حقيقية في حياتها دي بتكسرها بتكسر أي ست خصوصاً اللي بتشتغل خصوصاً اللي هي واقفة في ظهره الداعمة برافو عليك الداعمة وعلى فكرة هي مش غلطته إيه هتفتكر إن هي غلطته أنت اللي قعدت تدي جامد بدون حساب ده درجة إنه هو افتقرك ماما فاعتبرك مكان أمه وإنتي حبيت الدور ده أنت شريكة في الجريمة دي وتخيل بقى معظم الرجالة اللي بيسيبها ويروح يدور على غيرها بيروح يدور على الأنسة الغلبانة الطيوبة اللي هي محتاجة له في كل حاجة محتاجة في كل حاجة أنت بتصرف علي يا ربنا أخليك ليا وإنت كل حاجة بابا وماما فتلاقي الراجل يسيب الست الجدعة اللي أنا رفضة بمئة راجل دي اللي هي بمئة ألف ستة في بعض ويروح لواحدة ضيفة جداً ما تقومش حتى تجيب له كوباية ماء تبتفرج عليها في أدو أنا بقول لحضرتك يعني يا حيب وقت حاسس بينا اللي هي بمنحة جداً أتنbalanced